أستاذ نيفين ناخد تعليق تاني من توفيق توفيق بيقول بيسأل يعني سؤال عرض سؤال بيقول الموضوع أنه بيؤكد أنه على مزاج القاضي ولا يوجد أي قاعدة أو أي شيء عمله تجنب القرار بيقول كنت أحضر دروس اللغة مع زوجتي وأولادي بالمدارس ولدي رخصة ومع ذلك قام المحقق بمنح إقامة السنة حماية وقدمت طعن والآن سنة لم يأتي أي شيء مع العلم أنه هو بدون جنسية يعني شتات لوس بيقول أن القيادات النمساوية قالت أنه موضوع الجنسية اللي هو بدون جنسية ممكن له حق الإقامة هنا ومعاه عقد عمل دائم كامل وبيقول أنه هو فلسطيني سوري إيه جواب حضرتك على التجربة طيب خليني أعدله بس بعض النقاط أول حاجة هو قال إيه قال أنا عندي لغة وعندي شغل وخدت حماية سنة الشغل وإيه اللغة والاندماج ملوش علاقة للسوري للسوري أنا بقول هو فلسطيني سوري تمام ما هو فلسطيني سوريش ساعة اللوس ملوش علاقة أنه هو ياخد لغة لأن في ناس بتبقى بالكمب سوريين أنا بحدد لأن العراقيين وباقي الجنسيات الأخرى بتفرق فالسوري ملوش علاقة في ناس بتبقى بالكمب ويقول لي أنا شغال وعمل أعمال تطوعية وبتكلم وخدت حماية سنة ملوهش علاقة تمام الاندماج ملوش أي علاقة بأن الشخص السوري ياخد إقامة أولا بالنسبة لي هو هو قدم طعنه منتظر بقاله سنة هو عنده حل أي شخص مع حماية أو مع رفض وجاله ومقدم الطعن بقاله ستة شهور في المحكمة ما جالوش أي رد إحنا بنقدر نقدم له طلب استعجال وساعتها بتخلص قضيته في مدة أقصىها ثلاث شهور ده قانون ده قانون وملوش أي تأثير سلبي خالص نهائي يعني ملوش تأثير سلبي عليه وإحنا تقريبا كل يوم بيجي لنا عدد مهولة من كل الأماكن برا إن المنتظر بقاله فترة طويلة بنقدم له طلب استعجال وخلال ثلاث شهور القضية عنده مهلة لازم يكون مخلصة يعني هو قانون المفروض في خلال ثلاث شهور بالضبط لو قدمنا طلب الاستعجال تمام